محكمة حسين داي نحظر جانبا من أطوار محاكمة قرر فيها قاضي الجلسة استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد تقنية فصل فيها الأمر 20-04 بدقة وهذا في إطار تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة لا سيما بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم وتوسيع هذه التقنية لتشمل مجال الجنايات ضمن شروط وضوابط محددة تتم هذه العملية عن طريق أجهزة جد متطورة تتمثل في كاميرا رقمية تقوم بإرسال صور عالية الجودة عن طريق شبكة معلوماتية متطورة أيضا وآمنة تابعة لوزارة العدل مكان قانون إجراءات الجزائية المعدل بموجب الأمر 20-04 المؤرخ في 30 أوت 2020 جهات تحقيق القضاء باللجوء إلى تقنية المحادثة المرئية عن بعد وذلك في استجواب أو سماع شخص أو إجراء مواجهة بين الأشخاص أو التبليغات التي تجيب تحرير محاذر وكما مكان أيضا لجهات الحكم اللجوء إلى تقنية المحادثة المرئية البعد أثناء المحاكمة استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات القضائية يعود بالإجاب على أطراف القضية فاستعمالها يكرس احترام مبدأ الآجال المحقولة حسب ما يقول أصحاب الجبة السوداء من خلال المحاكمة العادلة أولا من خلال ضمان حقوق المتهمين ليراها في المؤسسة العقبية من خلال ضمان براءة المتهم لأن كثير من المتهمين كانت عندهم نظرة سلبية للمحاكمة من بعد ولكن اكتشفوا الوجه الآخر للمحاكمة من بعد والرقمان كذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال أخرجت المحاكمات من طابعها التقريدي إلى الرقمي فاستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد صنع البديل بقطاع العادلة في زمن الجائحة